مع اخذ الاحتياطات بقى كلها في رمضان ساعات يجي الواحد في حتة كده في وسط رمضان وياخد ذنب في الجبهة فاهم متحس انه ايه الزنوب القاسنة اه متحس انه بصراحة فصل يعني مش اه اجواء رمضانية مش بتكلم بقى على الخيم وبتاع بتكلم على بجد الروحانيات والمساجد المليانة وكل حاجة بس هو فصل اه ودخلين بيبقى غالبا خلاص قربنا من العشرة الاواخر فا يعني خلينا برضو نتعامل مع نفسنا بواقعية يعني عادي ان الانسان ممكن اه يحس بتعب يحس بملل اه ممكن يسقط من غير ذنب حتى اه ده من غير ذنب ممكن تفوتوا مثلا اه ترويح مش قادر مثلا تروح علي نومة مش بنقول ده عشان تسهل على نفسك لو انت ماشي بمعدل كويس والحمد لله ثابت وكده تمام لكن اللي انا عايز اقوله ان ممكن انسان في وسط الشهر يصاب بحالة من الايه من الفتور من الغفلة وده عادي يعني ده انت عارف انت لسه متحول جديد يعني لسه لسه بتتحول تتمرن نفسك على العبادة وتمرن نفسك على الصيام وداخل كزا حاجة القرآن وحب يصدع لما يقرأ قرآن كتير لسه مش متعود على ده ايه فانا نصحك ايه ان انت نوع في العبادات لو انت حسيت بنوع مسلا فتور او كده والله انا هنزل مسلا في صلة الرحم احتسب مسلا رايح عزومة ولا حاجة احتسب نية وايه اصل لي مسلا المغرب واحضر العزومة ايه سلم عليهم في عزومات السنة دي يا عشاني لا ان شاء الله فيها ان شاء الله وبعدين انزل انزل عطول مسلا ارحق الصلاة ايه ايه اي ي опять انشط نفسي في الدعوة شوية نصح الناس امم يعني حاول ان انا انوع في العبادات لو انسان وقع في معصية كان ابن القيم اظن يعني بيقول كلمة لا بد من ايه سنة الغفلة ورقدة الهوى ولكن كن خفيفا النوع يعني لا بد ان الانسان يعني ايه ايه السنة اللي هي الانسا TF Eva قبل النوم السنة دي لا تأخذها سنة ولا نوم فلابد سنة الغفلة ورقدة الهوى يعني يجب ايه هواج ورده وقع كده ولكن كن خفيفا نوم يعني اعتباها خلاص وانا بقى رمضان ضع رمضان ضع كلمة دي مش عايزين نسمعها خلص مش حاجة اسمها رمضان ضع مش حاجة اسمها رمضان السنة دي ضع مني عالف رمضان ضع دي بتقال مثلا ايه فاتده الترويح في الليلة مثلا بعض الناس كده هو متصور ان انا هدخل هجيب مية في المية نبي عليه الصلاة والسلام يقول سدده وقاربه وأبشره سدده يعني حاول تجيب الهدف مية في المية طب معرفتش قاربه يعني قارب السدد طيب انا بقى وانا في المقاربة دي انا وحش والناس بتسدد والناس بتعمل والناس والناس بتعيهت وانا باعيهتش قالوا ابشره انا بحاول وماشي على الطريق ملكش دعب غيرك بص في ايه بص في ايه بص في وراتك بص في وراتك صح؟ بص في وراتك يعني ان انت ربنا سبحانه وتعالى بيتعبدك في ظروف معينة في وقت معين كل انسان عارف النعم اللي هو عنده وعارف امكانياته وعارف لا انا عندي احسن من كده انا وقتي احسن من كده انا ممكن ان انا اعمل اه خلاص لا انا كده انا والله اجاب اخري فبلاش اللي هو انا وقعت في ذنب فخلاص عادي جدا وقعت في ذنب اه احنا بنقول الزنوفة رمضان معظمة وحرمة الشهر والانسان يقطع الاسباب اللي توقعه شوف انا اصلا وقعت ليه فقطع الاسباب دي لكن وقعت خلاص الشهر اضع لا انا فيش حاجة اسمها الشهر اضع وقعت هتوب هرجع لربنا هكلم حد يشدني هشوف حد خلاص زي اللي ايه انا مش عايزة اغرق جمع انا همتي وقعت في نص الشهر حد يجي شدني بقى